اهلا بكم في محورنا الثاني على مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم مع النتائج استطلاع تطرق إلى أهم القضايا الحاحن التي كانت تواجه الأردن وتواجه الإقليم والمجتمع الدولي وأظهر الاستطلاع أن 44% من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء عمر رزاز خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي أهم نتائج الاستطلاع في هذا التقرير أظهرت نتائج الاستطلاع أن 31% من الأردنيين يعرفون عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا كما تصدرت مشكلة البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن أكثر القضايا المحلية بنسبة 27.1% للأوضاع الاقتصادية الصعبة و26.16% للبطالة أما الفقر فجاء بالمرتبة الثالثة بنسبة 12% يليه الفساد والواسطة والمحصوبية ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعلى الصعيد الإقليمي تصدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر اهتماما بنسبة 25.18% أما على الصعيد الدولي فكانت الحروب والنزاعات في المرتبة الأولى بنسبة 19.16% للحديث حول النتائج أرحب بضيوفية الخبيل الاقتصادي الأستاذ زيان زواني أهلا بك شرطان أهلا بك شرطان أهلا بك شرطان وأهلا بك شرطان وأيضا أرحب بألالأستاذ وليدي الخطيب مدير دائرة الأسطاعات الرأي في مركز الدراسات أهلا بك شرطان أهلا بك شرطان باعتقدوا أنه الحكومة قادرة على تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي اللي أطلقتها الشهر الماضي رأيك شكرا على الاستضافة بداية 44% هي نسبة متدنية وإذا نحن بدنا نرجع لعملية 50% والمين ساقط وبين ناجح فهذا يعني أنه نسبة من يعتقد أن الحكومة قادرة على التنفيذ هي نسبة متدنية بحالة ساقط هذا من جانب من جانب آخر أنا أعتقد أنها النسبة هاي الأربعة وأربعين في المية لا تنفصل عن بقية النسب وبالتالي الاستطلاع وعملية البناء هيكل الاستطلاع وأسئلته كلها مترابطة مع بعضها البعض يعني بمعنى أنا لا أستطيع أن أفصل نسبة الأربعة وأربعين في المية فقط التي تعتقد أن الحكومة قادرة على تنفيذها عن نسبة 38% تعتقد أنها الحكومة قادرة على دراسة جدوى المؤسسات المستقل وأنا ما بأقدر أفصل نسبة الأربعة وأربعين في المية عن بقية النسب الأخر مثل أنا سأستعرض جملة من النسب والأرقام وردت في الاستطلاع على سبيل المثال أن المواطن الأردني بهذا الاستطلاع بيّن أولوياته وأولوياته صعوبة الوضع الاقتصادي بنسبة 27% البطالة بنسبة 27% الفقر 12% المحسوبية 8% وبالتالي هذا لا ينفصل مجرد الأربعة وأربعين في المية عن بقية النسب الأخرى والأسئلة الأخرى التي وجهت على سبيل المثال مثل آخر ما ورد بالاستطلاع عن قضية العدالة رد الأجور بالأداء 45% مراجعة نظام الخدمة المدنية على الرغم أنها مراجعة فقط مش عملية اتخاذ قرارات في تعديلها مراجعة 42% وبالتالي هذه النسب مع بعضها البعض لما بتأخذها هي تعبر عن حالة عدم ثقة بالحقوق أستاذ زيان خلني أروح إلى الدكتور وليد الدكتور يعني يقرأ جزءا من الأرقام ممكن تشرح أنت أكثر عن الأرقام ونحكي عن كيف اعتمدتم على ماذا اعتمدتم في هذه الدراسة وهل تغيرت عينة الرأي اللي بتأخذوها في العادة أم أنها ذاتها اللي بتتأخذ كل مرة لأنه هاي أسئلة بتهم المواطن حتى يعرف أنه فيه تغير في عينة الرأي معناته إحنا اختلفت الأمور معنا نسير على نفس العينة اللي سابقا كان لها رأي في هذه الحكومة والحكومات السابقة صحيح مثل خير أول شيء للجميع أولا الاستطلاع هو جزء من سلسلة استطلاعات المؤشر الأردني نحن نسمي نبض الشارع الأردني وهو الاستطلاع رقم خمسة في هذا المجال فالمركز دأب منذ الإدارة الجديدة دأبت على إنشاء وحدتين أو الخروج بشيئين جديدين للمجتمع الأردني أولا استطلاع نبض الشارع الأردني وهو يجرى بشكل أسبوعي ومنتدى السياسات الأردني تمام؟ الآن الاستطلاع يخرج بنتائج الأسبوع اللي بعده يكون هناك ورشة عمل أو حوار أو نقاش حول هذه النتائج مع المسؤولين عن هذه القضية فعلى سبيل المثال الأسبوع الماضي عملنا استطلاع عن المناهج التعليمية يوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا للساعة ثنتين عملنا ورشة عمل مكثفة ومعمقة مع كل الخبراء التعليمين وكل الجهات المسؤولية عن المناهج التعليمية ماذا رأيهم بالمناهج التعليمية؟ ما هو الخلل فيها؟ كيف يمكن الخروج من المناهج فعلا تغطي ما يطلبه أو ما يريده الشارع الأردني والمواطن الأردني؟ الآن العينة نحن كل أسبوع عم نستطلع 1200 شخص مواطن أردني عمارهم 18 سنة فأكثر يمثلوا كافة الفئات ويمكثلوا كافة المحافظات وموزعة توزيعا نسبيا يعني المحافظة الأكبر منستقطب منها أو منستطلع منها ناس أكثر وهكذا نجمع آراءهم ونطلع النتاج فكل أسبوع تتغير العينة هي مجتمع أردني مواطنين كل أسبوع نحن نأخذ 1200 مواطن أو من 1200 إلى 1300 خلين نحكي مختلفين عن الأسبوع اللي قبله ومنسألهم قضية نبض الشارع الأردني كل أسبوع مختلف؟ كل أسبوع ولا في أبداً ما فيه أي حدا بتكرر في الأسبوعين اللي وربعض إحنا منتأكد أنه لن يتكرر الشخص على مدار أسبوعين وربعضين طبعاً 1400 بتغيروا 1200 1200 و1200 1400 بتغيروا هم ولا فيه مجال يصير لا 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 دبل كيت ما بصيرش مجال أبداً في الأسبوع الثالث ولا الأسبوع الثالث ولا الرابع ممكن يصير في الأسبوع الخامس إذن هي فترة خمس أسبوع ممكن يعني يحكي عن عشر تلاف عينة بالضبط ونسبة التكرار لا تتجاوز الخمسة في المئة لأنه إحنا فحصناها يعني الأسبوع هذا فحصنا كيف تكرر الأشخاص طلعوا لا يتجاوز الخمسة في المئة وإحنا بنحاول الآن أنه حتى نتجاوز الخمسة في المئة هاي بعيد ضمن أنه لن يتكرر الأشخاص كويس الآن النتاج ماذا تحكي النتاج؟ أولاً المعرفة بخطة تحفيز الاقتصاد الوطني فقط ثلث الأردنيين يعرفوا 31% أو أقل هي من ثلث 30% سمعوا وعرفوا عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني النسبة طبعاً مش مشجعة أبداً لأنه هي خطة وطنية يفترض أنه الوصول للناس يفترض يوصل تسعين وثمانين وتسع وتسعين في المئة لكن هو يعني جانبين إما لم تكن هناك تغطية كافية أو لم يتم متابعة الموضوع بشكل كاف أو الناس غير مهتمين أصلاً يعرفوا شو هي تفاصيل الخطة لأنهم ما بعتقدوا أنها بتهمهم لأنها تطرقت إلى قطاعات اقتصادية قطاعات اسكان وقطاعات أخرى مختلفة لكن لا تمثل المواطنين الأشيء الوحيد الممكن تمثل المواطنين اللي علاقة فيه التأمين الصحي والمناهج التعليمي اللي هي إلزامية التعليم ممكن تشملهم ممكن ما تشملهم إذا ما عندهم أصلاً أطفال تأمين الصحي إذا هو عنده تأمين صحي ما رح يعني أصلاً يطلع على هذا الموضوع ربط هي الحوافز بالرواتب ونظام الخدمة المدنية إذا كان غير موظف والمتقاعد ما بهموا الموضوع أبداً فتمحورت الخطة الاقتصادية حول قطاعات معينة وشرائح معينة ممكن هذا هو اللي دفع المواطنين ما كثير يدوروا على شو تفاصيلها يعني إحنا سألنا أسئلة أعمق بكثير من النشر أنه تعرف عن تفاصيل هذه الخطة أو اللي ما بتعرف يعني اللي حكوا صح 31% سمعوا عنها بس لما بتسألهم بتعرف عنها إشي اللي حكوا بنعرف عنها إشي لا تجاوزوا الـ 15% 15% بيعرفوا عن ما هو 31% بيعرفوا من فيه خط التحفيز سمعوا بس 15% 15% بيعرفوا جزء من تفاصيلها جزء من محتوىها 15% من أردنيين نعم 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 فهذا هو هذا الرقم كارثي بالضبط فهي الفكرة أنه يعني نرجع لشغلة ثانية لأوتريج يعني سمعوا عن الخطة وين سمعوا عنها أكثرهم قالوا التلفزيون وبعدين الفيسبوك تمام؟ يعني هو المصدر الرئيسي كان لهم التلفزيون بعدين الفيسبوك وماذا بدك تكون المصدر في عندك المواقع الإلكترونية في عندك تبعات الأخبار عرف شلون سألتوهم عن هؤمور وما كان طبعا يعني هم أكثر إشي كان الفيسبوك والتلفزيون وغير هيك نسب قليلة جدا الإذاعة والراديو أعلى نسبة كانت؟ التلفزيون 49% الفيسبوك 30% الأصدقاء والمعارف 8% المواقع الإلكترونية الأخبارية 7% نعم تمام؟ هذا مهم لأنه اليوم أنت بتعرف أنه الحديث أن المجتمع تغير تغيرت تغيرت مصادر ما عرفته واضح أنه قضايا يعني عمنا تكلم بهذا الاستطلاع عن قضايا أساسية في الأردن تمام باللي صار يعني بالنتاج على هذه النتاج عن الأسبوع هذا راح يكون فيه أيضا الاستطلاع نبض الشارع الأردني عن ما هي محددات الشارع الأردني أو يعني مقومات الشارع الأردني أو ماذا يحرك الشارع الأردني تمام؟ أوكي أيضا منيجي لقرار الحكومة بتخفيض 50% من كله في تسجيل ونقلة الملكية بساعد في تحفيز الإثثمار 50% 51% بعتقدوا أنه راح يساعد 59% بقولوا أن عفاء الشقاق اللي تقول مساحة عن 150 هل سيساعد؟ يعني بعتقدوا أنه راح يساعد 59% بقيمة ممكن يساعد 63% بيحكوا أنه تقديم حوافز للمساسات والمصانع اللي بتشغل الأردني هل سيساعد؟ أحفز الإثثمار هاي ممكن أعلى النسبة أعلى النسبة فيهم كلا أعلى النسبة بمطلخ يعني هم اللي بيعرفوا بالضبط نرجع للمشكلة الـ 38% اللي هي الهيئات المستقلة وجدوى وجودها ومراجعتها بنعرف قداش في حديث عن الهيئات المستقلة من سنوات لا يدور الحكومة هاي ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها خليني أتوقف عند هاي نقطة وأنتقل الأستاذ زيان وأنا لما أقول أنا ما قلت الحكومة تدمج ولا قلت الحكومة تاخذ قرار في الهيئات المستقلة مراجعة رأيك طويل بالك بس علينا أنه أنا طويل بالك كثير بس أنا حابب أرجع لشوية نسب إذا سمحتي والدكتور طبعا يعني نسبة 69% إنهم لم يسمعوا بالخطة ونسبة الـ 31 اللي سمعوا فيها وسمعوا فيها زي ما تفضل الدكتور سمعوا فيها يعني زي ما بنحكي في البلدة عنها طراطيش 15% اللي سمعوا أنا بعتبر يعني بعتبر أنه هذا تقصير أساسي من طرف الحكومة عندما لم تستطع أن تصل إلى المواطن الأردني في موضوع أساسي بيهم المواطن الأردن وبيهم البلد يعني بجوز يعني الحكومة قصرت في إيصال المعلومة تقصير تقصير واضح يعني أنا بسأل العفو أنا يوم الأحد يوم ما طلعت الحكومة بالمؤتمر الصحفي حكى معي أكثر من مصدر إعلامي قلت لهم هما هما طلعش هلأ هاي هم عن التلفزيون هلأ بلشوا فروحت تركت كل شغلي وقعت على التلفزيون أشوف هل الحكومة قامت بشيء آخر غير ما قامت به يوم الأحد على التلفزيون ما قامتش بشيء الحكومة لم تغادر عمان إلى إربد إلى الزرقة إلى الكرك تجتمع مع الفعاليات الشبابية اللي هناك الفعاليات الاقتصادية اللي هناك الفعاليات النسائية اللي هناك يا هاي كلها إلها مؤسسات الحكومة تتكلم عن التشغيل طب ما انت بتحكي عن التشغيل مانون الي بده يشتغل أنا الي بده يشتغل الشباب الي بدههم يشتغل Barry الي بدهم يشتغلوا الزبائل اللي بدنا نرفع نسبة مساهمتها في سوق العمل طب رحتي يا حكومة وحكيتي معهم رحتي يا حكومة وحكيتي مع الشباب رحتي حكيتي مع غرف الصناعة بالكرك ومعان وإربد والطفيلة وبالزرقة ما تحركتش الحكومة وعلشان هيك أنا بقول تقصير بضيف على هذا الحكي بالنسبة للنسبة اللي تفضل عنها واللي هي طلعت وقرأناها كلنا اليوم جلالة سيدنا بعهد آخر ست حكومات وهو يقول لحكوماتنا يا شباب غادروا مكاتبكم انزلوا تواصلوا مع الشارع وتواصلوا مع المواطن الأردني جلوسكم في مكاتبكم لا يعطيكم اي صورة عما يشعر به الشارع وما يشعر به المواطن حكومتنا قاعدة بعمان وبمكاتبها ما تحركتش طلعت على التلفزيون التلفزيون غطى جزء من الاعلان اللي اعلنوه وبعدين التلفزيون سكر الموضوع وانتهى وبالتالي كيف انت بدك الشعب الاردني يعلم عن الخطة وصاحب الخطة ما اعلنهاش هذا من جانب من جانب ثاني يعني اذا سمحت للدكتور واليدي المواطن الأردني بالاستطلاع تبع مركز الدراسات بيّن أولوياته وبالتالي هو مهتم بالموضوع الاقتصادي لأنه قال ان صعوبة الموضوع الاقتصادي تشكل أولوية واحدة 27% البطالة تشكل أولوية أساسية عنده 27% الفقر يشكل أولوية أساسية عنده 2% في 12% الواسطة والمحسوبية تشكل أولوية أساسية عنده 8% وبالتالي الاستطلاع ما بيحكي عن قضايا بتهم المواطن بشكل أساسي بتهم حياته الحكومة لم تتكلم مع المواطن وبالتالي هذا بيخليني أرجع يعني بداية لموضوع قدرة الحكومة على إيصال وجهة نظرها إذا أنا اعتبرت أنه أنت عمالك بتحكي مع ناس اللي بيسموهم الأطراف اللي بتحكي معها الطرف الآخر أنت بتحكي مع مين؟ طب ما أنت اللي بتحكي معها ما حكيتش معها أنت بتحكي مع حالك وهذه النسبة عمالها بتقول هيك من جانب واللي إحنا شفناه من جانب آخر أنا لو شفت الحكومة انتقلت من عمان راحت إلى الفعاليات النسائية راحت للاتحاد النسائي الأردني في محافظات المملكة راحت للهيئات الشبابية بمحافظات المملكة راحت للمؤسسات الصناعية والتجارية في محافظات المملكة كانت الناس دا تسمع وبتعرف الحكومة لم تغادر عمان ولم تغادر مكاتبها وبالتالي هذا موضوع كان بيهمني بشكل أساسي لأنه أنا بعتقد أنه هذا تقصير واضح من قبل الحكومة بحق نفسها أولا وبحق المواطن الأردني وبحق توجيهات جلالة سيدة لهذه الحكومة والحكومات اللي سابقيت موضوع الهيئات المستقلة هلأ برجع على موضوع الهيئات المستقلة الهيئات المستقلة أصبحت بالنسبة للحكومات عبارة عن وجع وبالنسبة للمواطن عبارة عن ألم شديد والاقتصاد الأردني والموازنة الميزانية الأردنية أصبحت عبئ اقتصادي ومالي وإداري ليه وكيف احنا جينا من سنة الـ 2000 وجاي من الـ 95-96 وجاي بلشنا نعمل خص خص وبالتالي احنا منشان نرفع كفاءة هذه القطاعات اللي خص خصناها اوكي اعملنا هالهيئات هاي انتهينا باننا نملك حكومتين الميزانية الاردنية تنفق اموال على حكومتين حكومة الحالية دولة عمر رزاز وحكومة المؤسسات المستقلة هذه المؤسسات والهيئات المستقلة ميزانيتها تتراوح بين مليار ونص لاثنين مليار دينار سنويا هذه المؤسسات المستقلة تشكل عبئ تشريع لانه كل واحدة فيها بتشتغل بتشريع لحاله والوزارات المعنية بتشتغل بتشريع اخر هذه المؤسسات اصبحت عبئ في عملية المرجعية في القرار الاردني بكل القطاعات بالطاقة بالنقل بالاقتصاد بالاستثمار كله لانه انت عندك وزارة نقل وفي عنده هيئة تنظيم نقل في عندك وزارة طاقة وفي عندك هيئة تنظيم الطاقة وبالتالي اللي بده يستثمر اللي بده يشتغل مع مين يحكي وين روح نهيك عن العبء المالي واللي هو عملية تخصيص الموارد واللي هي اصلا محدودة جدا بدك تخصص موارد لا وزارة الطاقة على سبيل البثال وتخصص موارد لهيئة تنظيم الطاقة وبالتالي نطالب من سنوات بأن تقوم حكوماتنا الرشيدة بمعالجة موضوع المؤسسات المستقلة معالجتها وليست العفو دكتور كما صيغ السؤال صيغ السؤال أنه أنتوا بكم تراجعوا رئيس الوزراء يوم الأحد طلع قال إحنا وعارفين وإحنا مدركين وإنها هاي أصبحت عبة وإحنا وإحنا رح ندرس طب يا دولة الرئيس يا أخي وليد المواطن الأردن عما بقول على كم من كلمة اللي أنا حكيتهم هذه أصبحت عمي اقتصادي وتشريعي ومالي أنا ما بدي دراسة أنا بدي قرار هذا الحكي حكته الحكومة السابقة حكته الحكومة اللي قبلها واتخذت قرار لم ينفذ والكلام ما زال مجرد كلام بكلام بكلام وعملية توليد المؤسسات لم تتوقف طب إلى متى هذا الحكي ونحن نشكو من قلة الموارد المالية ونحن نشكو من تشتت المرجعية ونحن نشكو من أنه في عنا تشريعات بتعارض بعضها البعض وإحنا منشكو من أنه عندنا مؤسسات ووزارات تنافس بعضها البعض إلى متى وبالتالي لما أجد نتيجة الاستفتاء عن جدوى ودراسة دورها كان 38% لو سألت المواطنين لو سألت المواطن هل أنت على يقين أن الحكومة ستقوم بإلغاء أو شوف شو بيقوله رح يطلع النسبة 5% أقل بكثير صحيح شايف علي وبالتالي لك أرقام تقديرية؟ لا وبالتالي لماذا طبما سألت السؤال بعد إذنك سوف لأنه السؤال إحنا أخذنا نص بنود خط التحفيز الاقتصاد فهو بنص الفتاحة كان مراجعة فإحنا مقدرش نيزي نقوله مراجعة ونجاح في الدمج أو أعرف أو إلغاء الهيئات فهي حتى على مستوى المراجعة كانت متدنية يعني ما عندهم المواطنين ثقة كافية بالحكومة إنها تراجع دور هاي الهيئات فما بالك في دورها في أصلا دمج الهيئات في المرحلة الآن فهم قبل الدمج يعني هي خطة تحضيرية للدمج إذا حصلت في المستقبل إنه مراجعة الدور وبعدين تقييمهم وهل ينجح الدمج أو لا ينجح أو إلغاء ينجح أو لا ينجح والعفو بتسمحني فضل وهذا ينطبق على موضوع المؤسسات المستقلة ينطبق عملية كيف تتم صياغة السؤال العفو بعرفش إيش دارس دكتور لكن أنا رجال بتاع political economy ودرسنا economy metrics وهذا وليف هاي كيف الديزاين تبع السؤال هذا الحكي ينطبق عملية الديزاين تبع السؤال كيف تصميم السؤال بتوقع الجواب تبعه هذا بينطبق على نظام الخدمة المدنية مراجعة النظام رح الراجعوا أوكي لكن هل يشكل نظام الخدمة المدنية حجر أساس لإدخال تعديلات جوهرية على القطاع العام؟ مش هيك السؤال هذا الحكي بالنسبة لإصدار نظام لتأمين الصحي إصدار نظام لكن ما أريد أن أوضحه أن مثل هذه الأسئلة فيما يتعلق لمجمل كما تفضل أخي وليد لو سئلت بشكل مغاير آخر رح تحصل على نتائج تعكس عدم ثقة أكيدة بما تقوله الحكومة طيب بعد فاصل قصير سأعود لضيوف الكرام سنتحدث عن مواضيع مراجعة نظام الخدمة المدنية تحسين الخدمات التعليمية هناك عديد منفات اللي نجحت فيها الحكومة إذا كانت تعلمت النجاح 100% وإن نحكي في النجاحات اللي حققت الحكومة في هذا الاستطلاع فاصل قصير ومن ثم نواصل بقوان نواصل حوارنا وضيوفنا الكرام وممكن أثناء الفاصل كنا تحتاج عن التعديل وهذه الخطة وتحتاج في تعديل وزاري قريب ليس غدا الله أعلم متى هذا الأسبوع والأسبوع الجاي ما بنعرف كرة ثلج وعم تدحرج بس أنا اليوم هل تعتقد أن التعديل ممكن يعدل من هاي النسب وانتوا عملتوا الدراسات قبل أو بعد التعديل ومنحكي عن جانب اقتصادي بحث صحيح الآن التعديل ليس فقط بالأشخاص من سيأتي ويجلس في هذا المكان التعديل وكنا نتناقش أنا والدكتور هل لديه خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني هل لديه جد خطة ممكن بأيديك لكن هل هو قادر على تنفيذها عن 44% بعتقدون الحكومة قادرة على تنفيذها أقل من النص 43% بعتقدونها جادة في تنفيذها أيضا يعني حتى موضوع أنه آه الله نحن جادين المواطنين ما بعتقدون الحكومة أنها جادة في تنفيذ هذه الخطة ولا بعتقدونها قادرة فهنا تتيجي الإشكالية ليس الموضوع هو الخطة ولكن هل فعلا نحن كحكومة جادين بس أنت عندك مثلا قار الشخ السكنية أخذ 59% المؤسسات والمصانع تحفيزها 63% تقديم الحوافز 61% وأنا باجع على النسب الجيدة التأمين الصحي 58% إصدار نظام يخفض التعليم الإلزامي من 6 أعوام إلى 5 أعوام 62% تحسين الخدمات الصحية 53% تحسين الخدمات التعليمية 51% كلها نسب كويسة هي مشجعة ومواطنين متفائلين فيها ولكن حتى مع كل التفاؤل اللي بنحكي فيه نرجع لسؤال موضوع القدرة والجدية الآن أنا متفائل أنه إذا أنت بتعطي المصانع أو اللي بتشغل الأردنيين حوافز وهذا يعني مشجع لهم تمام إذا أنت بتعفي الشقق وهذا بشجع الاستثمار كمان ممتاز كثير إذا أنت بتعملي تأمين صحي أو قادرين على تحسين الخدمات الصحية 53% بيحكوا أنه ممكن الحكومة تكون قادرة لأن حكومة عندها برنامج صحي شامل يعني واسع شملة فئة اللي هي فئة الأقل من 6 سنوات وفئة الأكبر من 65 سنة في تأمين الصحي المجاني كخطوة أولى في المستقبل سنة 2023 هل فعلا سيكون عندنا تأمين صحي شامل المواطنين يتطلعون بتفاؤل لأن الحكومة ستكون قادرة على هذه المجالات لكن بنرجع لأهم منهم نظام الخدمة المدنية بما يحقق العدالة بين جميع الموظفين الحكوميين حتى مراجعة نظام الخدمة المدنية فقط 42% بيعتقل الحكومة أنها قادرة على مراجعته وليس حتى إصداره زيما كنا نحكي بطريقة الوردينج تاع الأسئلة إحنا موضوع الوردينج أو كيف نصيغ السؤال هو كما ذكرته الحكومة في خطة الحكومة واضح ذكرت هذه النقطة أنتم لم تعرثوا بشيء زي ما هي في خطة التحفيز أخذتوها وسألتوها سألنا المواطنين عنها أسمع رأيك أستاذ زيانو أنا ذكرت لك عدد من ذكرت لك جزء من النقاط اللي نسبة الحكومة فيها أكثر من 50% وها يعني كويسة ولا مش كويسة وهل التعديل فريق الوزاري القادم اقتصاديا اللي بدو ينسأل عن تنفيذ هاي الخطة وتنفيذ باقي الخطط القادمة وتقديم مشاريع حقيقية تحفز الاقتصاد قادر غير قادر خليني بداية أبدأ بالنقطة اللي اتفضلت فيها موضوع التعديل والفريق زي ما حكينا في البريك هلأ أنا لا أؤمن بأشخاص يأتوا ويذهبوا أنا أؤمن في أشخاص يتبنوا برامج معينة أساسية لتقول أن فلان سيأتي ببرنامج هذا البرنامج برنامج يضع كل الاقتصاد الأردني تحت مساعدة صندوق النقد الدولي تفهم أنه هذا جاي ببرنامج هيك برنامج برنامج آخر يأتي مجموعة مزراء أو وزراء اقتصاديين مع أنني لا أؤمن أن هناك فريق اقتصادي وفريق حكومي سياسي وفريق اجتماعي وفريق بيئي أنا أمامي فيه فريق حكومي بضي واحد جسم واحد اسمه الحكومة الأردنية وبالتالي هل هناك برنامج لدى الحكومة وما هو هذا البرنامج هذا واحد الآن الأشخاص إذا جاءوا يتبنوا برنامج معين شيء ممتاز لكن هذا لا يكفي يجب أن يكون هناك اتفاق كامل من قبل الحكومة مع هذول الأشخاص على هذا البرنامج وأنا عايز أعطي أمثلة بسيطة جدا مما أجب وزارة المالية بديه يعطي برنامج وبيديه يقدم برنامج وبيديه يمشي فيه إذا بقيت وزارة الداخلية ملهاج دخل بالاقتصاد تضع قيود على السياحة العلاجية لأسباب أمنية ماذا يستطيع أن يفعل هذا البرنامج وهذا الوزير اللي جاء في وزارة المالية إذا جاءت وبقيت وزارة الطاقة تضع قيود وتضع حجج أمام عملية استثمار ووضع استراتيجية لإستراتيجية الطاقة والاستثمار بالطاقة البديلة شو بده يساوي وزير المالية اللي أجاه وبالتالي أنا موضوع التعديل وخاصة بطريقة سرية وبطريقة التكتم وبطريقة كما لو كان الأشخاص رح يجوا يختروا الحكومة الأردنية من أول ما بجديد أنا بعتقد أنه هذا الحكي فيه مبالغات كثيرة وللعلم أنا بعتقد أنه المواطن الأردني زي ما بنحكي بالشارع الأردني على بالمين ياللي بترقصه في العاتل جيب فلان ودي فلان إيم فلان حط فلان في نهاية النهار قولي أنا شو عملت بالضريبة؟ لساك بتقولي 16% ولساك بتقولي أنه العبء الضريبة أنت قلت 26% هذا اللي بهمني أنا قولي شو عملت بالمؤسسات المستقلة وهيكل فجوة الأجور اللي أنت خلقتها بين هذا المواطن الأردني بين هذا المواطن الأردني هذا محظوظ ومحظي حطيته هناك براتب 2000 دينار وهذا مش محظوظ ولا إله واسطة حطيته بالوزارة المعينة إله 400 دينار والتنين خريجين وبجوز يكون هذا كفاءته أعلى شو عملتني بهذا المواطن؟ هذا اللي بيعني المواطن إنما تجيبوا بدي هذا زمان كان الحكي علشان هيك بقول أنا أنه نسبة الـ 69% اللي أنا تحدثت عنها من شوي واللي هي أنه لم يسمعوا بالخطة الاقتصادية أنا بعتقد أنه حكومتنا ما تزال تعيش وتستخدم أدوات الخمسينيات والستينيات ما هيش عارفة في التغيير اللي حصل في المجتمع الأردني ما هيش عارفة فيه أنه الشعب الأردني فيه إيجابيات ما هي الخدمات الصحية؟ ما هي الخدمات الصحية يا محمد؟ تأمين الصحي 58 تأمين الصحي 62 يا أخي محمد؟ الشقاق يا سيدي براج 59% هلأ أنا باجي على موضوع الشقاق أنا مدرأي الشقاق في هذا الموضوع بحكي بالاقتصاد موضوع حوافز تشغيل الأردنيين 63% هي أعلى نسبة هي أعلى نسبة إعفاء الشقاق 59% كلف تسجيل الأراضي تخفيض كلف تسجيل الأراضي ونقل الملكية 51% وهذا كله انعكس بالنهاية إنه الحكومة قادرة أو غير قادرة على 44% فوين بتقولي النسبة المليحة؟ هذا واحد تنين بتقولي بالتعليم تحسين الخدمات التعليمية سؤل المواطنين في العينة اللي تفضل عنها النسبة 51% يعني ساقط إلا شوي لما سؤلوا إنه عن تحسين الخدمات الصحية 53% فشو اللي بتحكي ليه لما سؤلوا في تحسين في إصدار نظام ها إصدار نظام وليست تحسين الخدمة الصحية وليست إيجاد تأمين شامل للشعب الأردني إصدار نظام وهذا النظام في 23% أولا وثانيا ربنا يعلم شو اللي النظام هذا بده يصير عليه وكيف تطبيقه شو هو أليا تبنيه 50% فإنت لما علشان هيك أنا قلت من البداية أخي محمد بس هلأ اقتصاديا هذور هاي بدي أحكي عن الشقق تحديدا والتنازل هاي أمور ممكن تحفز الاقتصاد اقتصاديا هلأ إحنا بعناته بدينا نحكي بالخطة يا محمد بس احكي لي في هاي نقطة هلأ هذور النقطين لوحدهم لما بتحكي بالاقتصاد ما بتقدر تيجي تأخذ الجزئية هاي لحالها وتقول أنا بدي أعمل هوايل بالاقتصاد بهذولة بسألك عملت شي بالضرايا عملت شي بال16% تهي عن ضريبة المبيعات سؤال واحد تنين اعملت شي في موضوع العبء الضريبي للحكومة من شهور قالت انه 26% ودراسات رزينة بتقولي انه 30% اعملت شي بموضوع المؤسسات المستقلة اللي تكلمنا عنها وبشكل سريع جدا اعملت شي بموضوع قانون المالكين والمستأجرين اللي هلك قطاع التجاري في المملكة الأردنية الهاشمية اعملت شي بالسياسة النقدية كاملة حيث اسعار الفوائد عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية اعلى فوائد تكاد تكون في المنطقة كلها سيبك من البلدان اللي عندها ازمات زي التركية انت تتكلم انها البنوك لما بتعلن انها تقرض احسن عملائها بعشرة في المية يعني لما بتروح واحد زي حلاتك انت مش من احسن العملاء تطلع عليك الفائدة 13 في المية منه اللي بده يقدر يشتغل لما يكون فيه عنده عبق ضريبة 26% وعليه نسبة فائدة 13% عندهم التنتين عن منه اللي بده يشتغل لما بيجوا الاخوان وبيجوا بيحللوا الارقام بالسياسة النقدية وبيقولهم يا اخوان لا يسرك كثيرا انه احنا الودائع وصلت ل 35 بليون دينار لانه هذا مؤشر الى ان المواطن يخاف من الاستثمار وبالتالي بيحط في الوسف بيحطها في البنك شو عملت يا حكومة يا دولة الرئيس بموضوع تعديل السياسة النقدية وتخفيض كلف التمويل على القطاعات الاقتصادية يعني أنت مش شائن أنت تتحدث عن الخطة يجب أن تكون أشمل وتحديداً في العبية الضريبة والدراسة العبية الضريبة أنا أبدأ أشكرهم كل الشكر ووقتي انتهى شكراً لك دكتور وليد شكراً لك أوسى زيان شكراً شرفتوني بحضوركم مشاهدينا هنا وصلنا لختام حلقة أليلا نلتقي غداً تصبحون عارف خير شكراً لك